الانتخابات الأمريكية وتقلبات الأسواق التي عادة ما تكون كبيرة مع قرب أي استحقاق رئاسي في الولايات المتحدة كيف تقرأ الأسواق هذا الاستحقاق القادم في نوفمبر مع احتدام المنافسة بين ترامب وجو بايدن خصوصا وأن هناك الكثير من الملفات الشائكة التي عادت إلى الواجهة وزادت حدتها طبعا بسبب تداعيات فيروس كورونا والاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها الولايات المتحدة على إثر مقتل أحد الأفارقة الأمريكيين على يد شرطي المخاطر المرتبطة بالانتخابات في مؤشر فيكس للمخاوف هذه المؤشر فيكس الآجل للفترة القادمة وصل إلى ثلاثة أضعاف المستويات التي كان قد سجلها قبيل انتخابات 2012 و2016 ما يعكس المخاوف الكبيرة للأسواق المالية من الاستحقاق الرئاسي في 2020 طبعا لأن هناك الكثير من الملفات التي ستحدث لغة كبيرة بين المتنفسين على هذه الرئاسة الزياد مخاطر الانتخابات مع تراجع خطر كوفيد 19 يعني مع تراجع الخطر من فيروس كورونا جاء خطر جديد ليلقي بظلاله على الأسواق الأمريكية وهو السباق الرئاسي الأمريكي وهو ما نشهده على هذا الرسم البياني وكيف بات يؤثر على الأسواق الأمريكية هل تتآكل شعبية الرئيس ترامب؟ هناك الكثير من الانتقادات حول تعامله مع أزمة كورونا والأرقام المختلفة والأراء المختلفة التي كان يقدمها كل يوم في مؤتمره الصحفي أمام الشعب الأمريكي وهناك أيضا الاحتجاجات التي أثارها مقتل جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية 55% من الأمريكيين رفضوا تعامل رئيس ترامب مع هذه المستجدات وهذه الأخبار استطلاع للرأي لرويترز كيف يقيم الأمريكيون أداء ترامب في منصبه 57% يرفضون أداءه ويقولون أنه لم يكن حسب التوقعات فيما يؤيده 39% من الأمريكيين وهناك ثماني نقاط فارق بين الاستطلاع السابق والاستطلاع الحالي لترامب وبايدن ما يشير إلى توقعات باكتساح للديمقراطيين في الانتخابات القادمة ننظر هنا كيف تغيرت احتمالات فوز ترامب وبايدن في مارس كانت الاحتمالات لترامب قرابة 54% أما الآن فباتت الاحتمالات لبايدن قرابة 53% ما يعكس هذا التغير الكبير في حظوظ المرشحين المستثمرون يتوقعون ارتفاع التقلبات إلى حين وصول موعد الاستحقاق في الثالث من نوفمبر وطبعا هذه المخاوف ليست جديدة عادة ما تكون قبل كل انتخاباته ولكن الجديد يتذكر أن الأسواق الأمريكية كانت تشهد رالي في الفترة الآخرة فهل تأتي هذه المخاوف لتضغط عليها الآن يعني رغم كل ما أثرته تدعيات فيروس كورونا إلا أن الأسواق الأمريكية كانت تتجاهلها ولكن يبدو المخاوف من هذا السباق الرئاسي جاء ليضغط على المؤشر فيكس ونرى اليوم في يونيو أين هي مستويات هذا المؤشر المخاوف وكيف من المتوقع أن يرتفع إلى مستويات علية جدا مع اقتراب الاستحقاق في نوفمبر لتعود هذه المخاوف لتنخفض طبعا بعد موعد الاستحقاق هل يثير فوز الديمقراطيين قلق المستثمرين طبعا القلق يأتي من السياسات الضريبية لترامب مقابل السياسات الضريبية لبايدن ترامب كان قد قلص الضرائب بشكل كبير وأعاد رسم الصورة الضريبية في الولايات المتحدة وهذا طبعا ما يقلق المستثمرين إن كان بايدن سيتقدم بالفوز لأن عادة الديمقراطيون يكون لديهم خطط ضريبية أكثر حدة على الشركات خصوصا ولكن بالمقابل هناك ارتياح لدى المستثمرين من أنه فيما يتعلق بالملف التجاري مع الصين سيكون هناك نوع من الارتياح والتهون إذا ما فاز الديمقراطيون بهذا السباق إذن هذا الملف الشائك سيلقي بذلاله بشكل كبير على الأسواق الأمريكية مع قرب الاستحقاق الرئاسي في نوفمبر القادم موسيقى